مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية قدس الله روحه جمعها عبد الرحمن ابن محمد العاصمي الفتاوى الكبرى لابن تيمية هذه الموسوعة تقع في سبعة وثلاثين مجلدا أخذت منها على سبيل المثال ما جاء في الجزء الأول صفحة ميتين واثنين وثلاثين هذا الكلام على سبيل المقدمة الحديث عن زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وآله فهذا قول مالك وأصحابه إنه إمام الموالك فهذا قول مالك وأصحابه وما نقلوه عن الصحابة يبين أنهم لم يقصدوا القبر الحديث عن قبر النبي إلا للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء له وقد كره مالك إطالة القيام لذلك هذه فتاوى نواصب العترة الطاهرة وقد كره مالك إطالة القيام لذلك أن تطيل الوقوف عند قبر النبي وكره أن يفعله أهل المدينة كلما دخلوا المسجد وخرجوا من كره لأهل المدينة أن يسلموا على رسول الله كلما دخلوا المسجد وخرجوا من وإنما يكون السلام لغير أهل المدينة على رسول الله وإنما يفعل ذلك الغرباء ومن قدم من سفر أو خرج له من أهل المدينة فإنه تحية للنبي صلى الله عليه وسلم شياطين 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 والذين عندنا على نفس المنهج شياطين هؤلاء مالك يكره الأخ ومن هو مالك حتى يكره مالك من هو مالك حتى يكره وتكون كراهة مالك مصدرا للتشريع من هو مالك هذا هذا مالك كان يريد أن يصبح مغنيا هكذا ينقلون عنه في التاريخ كان يريد أن يصبح مغنيا ولكنه كان قبيح الوجه وقبيح الصوت فأمه قالت له قالت له يا ولدي المغني لابد أن يكون جميل الصوت حسن الصوت صبيح الوج لا أنت بصبيح الوج ولا صوتك بصوت حسن فابحث لك عن شغل آخر فصار إماما هذا حال الكثيرين من الطوسيين في الحوزة الطوسية القذرة يفشلون في كل شيء وبعد ذلك يتوجهون إلى هذه العورة إلى هذا الكنيف إلى الكنيف الطوسي في النجاف فجناب مالك لا يريد من أهل المدينة أن يسلموا على رسول الله كلما دخلوا إلى المسجد وخرجوا منه وإنما إذا قدموا من سفر أو خرجوا إلى سفر ويتركوا السلام على رسول الله للغرباء وإنما يفعل ذلك الغرباء الكلام طويل طويل يستمر من صفحة مئتين واثنين وثلاثين إلى صفحة مئتين وسبعة وثلاثين لا أجد وقتا كي أقرأ لكم هذا الكلام الطويل إنها نماذج من كلمات هؤلاء النواصب لعنة الله عليهم صفحة مئتين وسبعة وثلاثين هكذا يقول هذا النصبي ابن تيمية فمن قصد قبور الأنبياء والصالحين لأجل الصلاة والدعاء عندها فقد قصد نفس المحرم الذي سد الله ورسوله ذريعته الذي يقصد قبور الأنبياء والصالحين لأجل الصلاة والدعاء عند تلك القبور فإنه قد قصد قصدا محرما سفره سيكون باتجاهها سفر معصية فمن قصد قبور الأنبياء والصالحين لأجل الصلاة والدعاء عندها فقد قصد نفس المحرم الذي سد الله ورسوله ذريعته وهذا بخلاف السلام المشروع حسب ما تقدم أن يدخل إلى مسجد النبي وأن يكون قريبا من القبر كي يسلم على رسول الله لا بعنوان قصد القبر ولا بعنوان زيارة القبر وإنما بعنوان السلام على رسول الله فقط لأن الصحابة هكذا كانوا يفعلون أولئك الأعراب ابحثوا في التأريخ عن أمهات كبار الصحابة ماذا كنا يفعلنا في أيامهين وابحثوا عن تأريخ الصحابة ماذا كانوا يفعلون في مكة ابحثوا عن تأريخ هم الأسود هذا التأريخ الأسود هو الذي ينجز لنا هذا الضلال أبو سولة ما يبطل سولت في التعبير الشعب العراقي السولة يعني العادة المستديمة التي يدمن عليها صاحبها أبو سولة ما يبطل سولت وذول اللي سولتهم من جوه ما يقدرون يبطلون سولتهم اقرأوا تأريخ الصحابة هذا هو الذي خرج إلينا من الصحابة وفي صحيح البخاري وفي صحيح مسلم فإن أكثرهم إلى النار أكثرهم إلى النار عودوا إلى صحيح البخاري وإلى صحيح مسلم في باب صفة الحوض وكيف أنهم سيطردون عن الحوض لماذا لأنهم رجعوا على أدبارهم القهقرى فتعسل لهم وهذه آثارهم تدل عليهم هذه آثارنا تدل علينا فانظروا بعدنا إلى الآثار